بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية درس النهاردة الدرس التاني من الوحدة التانية مصر في عصري البطالمة والرومان في نهاية عصر الدولة المصرية القديمة تعرضت مصر لفترات من الضعف أي دولة بتتعرض للضعف بتكون مطمع للأعداء فده اللي جعل الأسكندر الأكبر وهو قائد يوناني حكم مصر هو وخلفائه حوالي 300 سنة ثلاث قرون يعني 300 سنة خلاه يطمع في حكم مصر وفعلا استطاع ان هو يستولى على مصر ايه الأسباب؟ رقم واحد رقم واحد لتوسيع امبراطوريته وهو يجعل له دولة كبيرة رقم اتنين تأمين الغذاء لجيشه لان مصر كانت اكبر مصدر للقمح في العالم القديم في هذا الوقت الأسكندر الأكبر خطط لبناء مدينة الأسكندرية لتكون عاصمة لمصر لكي يتقبل المصريون حكمه حكم الأسكندر الأكبر عمل ايه؟ رقم واحد ازهر احترامه للديانة المصرية رقم اتنين زار معبد الاله أمون في واحد سيوة حتى يتقرب الى المصريين ويتقبلوا حكمه البطالمة وحكم مصر سمناه دولة البطالمة نسبة الى الحكام كان اسموه بطليموس بطليموس الاول بطليموس التاني بطليموس التالت بطليموس الاول حكم مصر بعد وفاة الأسكندر الأكبر وهو اللي استكمل بناء مدينة الأسكندرية اهم اعمال البطالمة في مصر من ناحية الجيش اهتم البطالمة بانشاء جيش قوي واسطول قوي الحياة الاقتصادية رقم واحد الزراعة اهتم البطالمة بحفر الترع والقنوات وادخلوا محاصيل جديدة في مصر زي العنب والزيتون وسلالات يعني انواع جديدة من الحيوانات وادخلوا الساقية لري النباتات اللي في الصورة دي الساية المصريين القدماء ما كانوش يعرفوا الساية رقم اثنين الصناعة اصدارت صناعة الزيتون والمنسجات والزجاج والعطور رقم ثلاثة التجارة اهتموا بالتجارة فانشأوا منارة الاسكندرية لارشاد السفن في البحر وفرضوا الرسوم على التجارة الخارجية التعليم والثقافة رقم واحد تم بناء جامعة الاسكندرية والتي اصدارت فيها العلوم زي الرياضيات الطب التاريخ الاداب الفلك رقم اثنين تأسيس مكتبة الاسكندرية وهي من اكبر المكتبات قديما ازباب انهيار دولة البطالمة رقم واحد صورات الشعب المصري ضد البطالمة رقم اثنين ضعف ملوك البطالمة بعد حكم بطليموس التالت رقم تلاتة تدخل روما في شؤون مصر الداخلية كليوباترة السابعة كليوباترة السابعة اخر ملوك البطالمة اصبحت مصر ولاية رومانية بعد هزمتها اتهزمت في معركة اكتيوم البحرية سنة تلاتين قبل الميلاد حكم الرومان لمصر كان حكمهم حكم استبدادي حرم الرومان المصريين من الاشتراك في حكم بلدهم الحياة الاقتصادية في عصر الرومان استغل الرومان موارد مصر رقم واحدة الزراعة اهتم الرومان بزراعة القمح لتزويد روما به رقم اثنين الصناعة اهتم الرومان بصناعة ورق البردي والزيوت والأدوية والزجاج التجارة اهتم الرومان بالتجارة واصبحت الاسكندرية اهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط الحياة الثقافية في عصر الرومان كانت الاسكندرية المركز الثاني بعد روما ثقافيا روما كانت المركز الأول ثقافيا وإسكندرية كانت المركز الثاني ثقافيا وأنشأ الرومان المصرح الروماني ومعبد رأس السوداء معبد رأس السوداء المصرح الروماني بالإسكندرية انهيار الحكم الروماني بعد ظهور المسيحية اعتنق المصريون الدين الجديد لتعليم السمحة ودعوته للمحبة مما أدى إلى زيادة الاضطهاد الروماني للمصريين رحب المصريون بالفتح العربي الإسلامي لمصر عام 641 ميلادية للتخلص من الرومان اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام كل عبارة كانت مصر أكبر مصدر للقمح في العالم القديم العبارة صحيحة أظهر الإسكندر الأكبر احترامه للديانة المصرية العبارة صحيحة بطليموس الأول هو آخر ملوك دولة البطالمة في مصر العبارة خاطئة كليوباترا السابعة آخر ملوك دولة البطالمة في مصر انتصرت الملكة كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية العبارة خاطئة انهزمت كليوباترا اهتم البطالمة بانشاء جيش وأسطول قويين العبارة صحيحة أنشأ الرومان منارة الإسكندرية لإرشاد السفن العبارة خاطئة الرومان خطأ والصواب البطالمة انهارت دولة البطالمة بسبب صورات الشعب المصري العبارة صحيحة اهتم الرومان بصناعة ورق البرد والزيوت والأدوية العبارة صحيحة دع خط تحت الإجابة الصحيحة اتخذ البطالمة من مدينة نؤط عاصمة لهم القاهرة الإسكندرية أسوان روما الإجابة الصحيحة الإسكندرية من آثار فترة حكم الرومان في مصر معبد رأس السوداء كومومبو الأكسر حاتشبسود الإجابة الصحيحة رأس السوداء بدأ ضعف دولة البطالمة بعد حكم بطليموس الأول بطليموس الثاني بطليموس الثالث الإجابة الصحيحة بطليموس الثالث أصبحت مصر ولاية رومانية بعد هزيمة كليوباترة في معركة أكتيوم البحرية مجده قادش أكتوبر الإجابة الصحيحة أكتيوم البحرية حكم بطليموس الأول مصر بعد وفاة يوليوس قيصر الإسكندر الأكبر كليوباترة السابعة الإجابة الصحيحة الإسكندر الأكبر اهتم الرومان بزراعة نؤط لتزويد روما به العنب التين الزيتون القمح الإجابة الصحيحة القمح تنسب منارة الإسكندرية القديمة إلى عصر البطالمة الرومان الفرس الهكسوس الإجابة الصحيحة البطالمة أحد الإنجازات الثقافية للبطالمة في مصر هو بناء جامعة أون روما قرطبة الإسكندرية الإجابة الصحيحة جامعة الإسكندرية تحولت مصر إلى ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد بعد معركة أكتيوم البحرية مجد قادش عنجالوت الإجابة الصحيحة أكتيوم البحرية ده خط تحت المختلف منارة الإسكندرية جامعة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية المصرح الروماني المختلف المصرح الروماني أصار رومانية أما الباقي أصار البطالمة أكمل الجمل الآتية من بنك الكلمات الكلمات عندي الساقية كليوبطرة السابعة الإسكندرية استبداديا السفن السؤال الأول خطط الإسكندر الأكبر لبناء مدينة الإسكندرية أدخل البطالمة أدوات جديدة في الزراعة مثل الساقية كان نظام حكم الرومان في مصر نظاما استبداديا أنشأ البطالمة منارة الإسكندرية لإرشاد نؤط لإرشاد السفن آخر ملوك البطالمة في مصر هي كليو بطرة السابعة إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على درس مصر في عصري البطالمة والرومان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته